تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجرة العليا للتنمية وشؤون المواطنين أطلق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي عضو مجلس دبي رئيس مجلس دبي للإعلام صندوق الفرجان بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم أن صندوق الفرجان يمثل مشروعاً مجتمعياً جديداً في دبي ضمن حزمة مشاريع تنفذها اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لتطوير جودة حياة المواطنين في الأحياء السكنية وتمويل الأفكار والمشاريع التطويرية والمجتمعية في الأحياء السكنية